بسم الله الرحمن الرحيم في إطار طمأنة الطالب وطمأنة ولي الأمر في هذه الفترة قبل أن نبدأ في شهر أكتوبر ينقسم كلامي إلى شقين. الشق الأول المرحلة اللي احنا فيها ماذا نصنع في تقييم أسبوعي ولا فيه إيه ولا الوقت الذي نحن فيه ولا لسه يبدأ التقييم الأسبوعي ده سأجيب عنه الآن. الشق الثاني هو كيفية الوصول إلى منصة التعليم الأكتروني والوصول إلى أن أحصل على الأداءات الصفية الأداءات المنزلية التقييم الأسبوعي من المنصة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم. يبقى الكلام إلى شقين. الشق الأول بعض أولياء الأمور محترين احنا فين طب التقييم الأسبوعي هيبدأ إمتى ما خلاص كده الأسبوع خلص طب هنعمل إيه طب نأتي منين طب بندخل إزاي طب فيه نزلت في مواد ومنزلتش في مواد أقول لحضراتكم إحنا الآن لغاية يوم ثمانية وعشرين تسعة إحنا في شيء اسمه التقييم التشخيصي يعني المعلم بيقيم الطالب تقييما تشخيصيا. يعني إيه التقييم التشخيصي؟ ضرب هلنا مثال في مندوب وزارة التربية والتعليم وهو يشرح في الفيديو كونفرانس فبيقول إيه؟ لو طبيب دخل العيادة بتاعته وجد مئة مريض هل بينظر لهم كده ويكشف عليهم كده من نظرة واحدة ويقول كلكم تاخدوا مثلا الموضات حيوي؟ لا طبعا ده غير منطقي وغير صحيح أمال بيعمل إيه؟ كل واحد بيدخله ويكشف عليه ويحدد العلاج بناءً على الحالة اللي هو فيها واحد صحيح يقول له خلاص انت مفيش علاج تفضل طيب الطالب كذلك المدرس بيدخل الفترة دي الفترة بتاعة شهر تسعة دي لغاية بداية شهر أكتوبر دي اسمها تقييم تشخيصي تقييم تشخيصي يعني إيه تقييم تشخيصي؟ يعني المعلم بيدخل للطالب بيكتب تدريب بيكتب قطعة بيعطي جزء من الأسئلة في القواعد في الإملاء في كذا في كذا بيخلي الطالب يمارس المهارات الأربع الكتابة القراءة الاستماع التحدث كل ده والمدرس عينه على الطالب يشوف من الطالب الضعيف في الإملاء من الطالب المتميز في النحو من الطالب اللي لا يستطيع القراءة الجيدة ومن الطالب الممتاز اللي عايز يعليه أكتر في أنشطة إسرائية أعلى وأعلى يب إذن المعلم بيقيم الطالب طالب زي الفل لازم يعلم المستوى طالب ضعيف في مجال يبقى بيضع له برنامج علاجي لعلاج هذا الطالب ويقسمهم لفئات عشان يكون سهل عليه ده المرحلة دي إذن عشان لا تقلق يا وليه الأمر المرحلة دي مرحلة التقييم التشخيصي معلم بيقيم الطلاب عشان يعرف الضعيف والقوي والمتميز والمتوسط وهكذا طيب إمتى بنبدأ في الشغل الفعلي إلا على منصة وزارة التربية والتعليم بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إذن ابني الطالب عزيزي ولي الأمر المحترم التقييمات إلا على منصة وزارة التربية والتعليم بتبدأ من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر طب قد يقول قائل طب أنا وصل لها إزاي أنا مش عارف طب إيه ابني مش عارف طب إحنا ما تعرفونا نوصل إزاي خلاص أنا هشرح الآن طريقة الوصول إلى التقييمات الأداءات الصفية الأداءات المنزلية التقييمات الأسبوعية على المنصة الإلكترونية على بوابة التعليم الإلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ناخد بالنا من ده وأنا همشي مع حضرك خطوة بخطوة لغاية لما نشوف بنوصل إزاي وتجد الأداءات دي بين إيديك والواجب المنزل بتاع ابنك بين إيديك أنت شايفه بعنيك وتتعامل معها إزاي كمان يعني أنا هوصلك إزاي تتعامل معها يعني هنبدأ معا ندخل على البوابة بنفسنا ونشوفها بنتعامل معها إزاي هتبدأ تكتب في محرك البحث في جوجل بوابة التعليم الإلكتروني تمام؟ دخلنا بوابة التعليم الإلكتروني هتختار الإختيار الأول اللي هو الموقع الرسمي لمنصة التعليم الإلكتروني الموقع الرسمي لوزارة التربية والإيه والتعليم هختار الإختيار الأول ده زي ما حضرك شايف معايا هتظهر لك النافذة دي تماما ظهرت النافذة دي هتعمل إيه؟ هتدخل معايا بوابة التعليم الإلكتروني هتجد المرحلة التعليمية إنت طبعا عايز ابنك ده سواء ابنك في رياض أطفال في مرحلة ابتدائية في مرحلة إعدادية في مرحلة سانوية مش هتدور على ده كله وإنت فيه طريقة للبحث فهتجد مكتوب أمامك المرحلة التعليمية إنت عايز أنهي مرحلة السنوية ولا الإعدادية؟ لا أنا ابني في أول إعدادي فعايز أبحث في الصف الأول بإيه؟ الإعداد خلاص يعني المرحلة الإعدادية آه يبا هندخل لنا المرحلة التعليمية دي كده المرحلة التعليمية هنضغط على المؤشر ده ونختار المرحلة اللي إحنا عايزينا هتجد مرحلة رياض أطفال مرحلة ابتدائية المرحلة الإعدادية اضغط على المرحلة الإيه؟ الاعدادين ضغطنا على المرحلة الاعدادية اه طيب هنروح فين في المرحلة الاعدادية ما هي المرحلة الاعدادية فيها الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث انت ابنك في سنة اولى اه يبقى تضغط على الصف الاول الايه الاعدادي السنة الدراسية هتضغط على المؤشر كده هتجد الصف الاول الاعدادي الثاني الاعدادي الثالث الاعدادي طبعا انت هتختار الصف الاول الايه الاعدادي طيب دخلت على سنة اول اعدادي ها الترم الاول ولا الترم التاني الفصل الدراسي الأول ولا الفصل الدراسي الثاني هتجد كتب لك الفصل الدراسي وتضغط على المؤشر وتختار تختار الفصل الدراسي الأول لأن احنا في الفصل الدراسي الأول طيب وبعدين نوع المحتوى تضغط على المؤشر بتاع نوع المحتوى ده هتجد انت عايزي عايز كتاب الطالب ولا مواد إسرائية ولا التقييمات والآداءات الصفية والمنزلية اه انا عايز دي اضغط على دي اللي هي التقييمات والآداءات الصفية والمنزلية اضغط عليها كده خلاص وصلت لها اشوف المادة اللي انا عايزها انا كده عملت كل شيء بس المادة انا تخصصي ايه هالرياضيات هالتربية كذا هالكذا ولا لغة عربية لا احنا لغة عربية يبا نضغط كده على المواد ونختار اللغة الايه اللغة العربية هتجد عندك تربية دينية رياضيات كذا 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 هتنزل لغاية اللغة العربية وتختار اللغة العربية كده اختارنا اللغة العربية نعمل ايه بعد كده هتجد عندك بحث ولا إعادة تعيين لا أنت حضرتك هتضغط على بحث ضغطنا على بحث ظهر عندك اللغة العربية الأسبوع الأول التقييم الأسبوعي التقييمات والآداءات الصفية والمنزلية لا لا استنى باحظ عندي أن في تحميل الملف وفي استعراض الملف حضرتك هتضغط على تحميل الملف ضغط على تحميل الملف بيحمل كده الملف فتح كمان أهو فتح لأننا محمله قبل زين هتجد إيه هتجد عندك وزارة التربية والتعليم مكتب مستشار اللغة العربية بدعاية معالي وزير التربية والتعليم السيد الأستاذ محمد عبداللطيف معايا وتوجيهات رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج فلان وفلان 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 إلى أن تصل إلى إشراف العلمي مستشار اللغة العربية الأستاذ سلوى عبدالله أمين ثم تبدأ أنا مش هبدأ لك من التقييم الأسبوعي لا أنا هبدأ لك من تحت من التقييم الصفي لأن ده الترتيب اللي حضرة المدرسة يشتغل به بص معايا ده الأداء الصفي أنت بعد ما شرحت مثلا مثلا هتشرح أول شيء نص الاستماع بتاع فجر الحضارة اللي هي المقدمة بتاعت سيم حسن إنت شرحتها وخلصتها هتعمل الأداء ده عليها الأداء الصفي ده عليها على صبورة أمام الأولاد بعد ما تخلص الدرس المستهدف إيه المستهدف معاني المفردات لدرس إيه لدرس فجر الحضارة طب الاستراتيجية بتاعتك يا سيادة المعلم إيه العمل في مجموعات طب الزمن اللي هتدي لي الأولاد عشان يعملوا في مجموعات كام عمل في مجموعات يعني هتقسم الفصل أربع مجموعات تلت مجموعات زي ما تكون زي ما مناسب لك وتعطيهم ميقات زمني كام عشر دقائق الوزارة ميديها لك عشر دقائق طيب هسألهم في إيه ولا هعمل إيه بيقول لك أدخل الكلمات التالية في جمل توضح معناها طبعا الكلمات دي من درس فجر إيه الحضارة اللي هو نص الاستماع طيب اطلاع استنباط طراز إلا تلتاشر كلمة عندك أهو المطلوب منها إيه توزع الكلمات على المجموعات طب واعمل إيه بتدخلها في جمل الطالب بيدخلها في جمل توضح معناها وبعد ما كل الطلبة بيخلصوا بعد العشر دقائق ما ينتهوا بتعمل إيه بيقوم واحد ممثل المجموعة ألف أو ممكن تسميها مثلا مجموعة أبو بكر الصديق المجموعة التانية سميها مجموعة مثلا مصطفى كامل المجموعة التالت سميها مجموعة سليم حسن وهكذا اعمل كده أسماء للمجموعات وخلي فيه نشاط بين الأولاد بعد الانتهاء من الزمن المحدد يقوم ممثل المجموعة مثلا ممثل مجموعة سليم حسن يقوم فيعرض الإجابات يقول الكلمة الأولى كلمة اطلاع احنا وضعناها في جملة توضح معناها ومن خلال الجملة معنا الكلمة دي كذا دا بيتكلم عن مجموعة كلها وانت بتقيم وتشوف مين الأفضل وتعمل تنافس وتعمل جاوبين الأولاد لو الطالب كان متشوق للحصة والحصة كانت لذيذة والطالب مش عايز يخرج ويمشي عايز يستنى معاك انت ناجح في الحصة بتاعتك بنسبة 100% لو الطالب شاعر بالضيق واقعا انت عن خلص وعايز يمشي اعرف انك انت موصلتش للمرجو من الأداء المطلوب بتاعك فده انت الترمومتر معاك في ايدك وانت واقف في الفصل طيب يبا ده بالنسبة للأداء الصفية ده في الأسبوع الأول هو أداء وممكن تعمل هو المرة واحد ده أداء يكمل حصة كاملة الواحدة طيب نمرة اتنين اهو ممكن تعمله في حصة تانية المستهدف الهمزة المتطرفة مثلا تشتغل فيها زي ما هم مديينك طيب المستهدف التالت ده ممكن يكون في حصة تالتة المستهدف همزة الايه القطع وألف الوصلة هو والاستراتيجية بتاعتك هتعمل ايه والزمن عشر دقائق ايضا وتنفذ زي ما هم وانت المخرج بتاع الحصة حضرتك يا مدرس المخرج بتاع الحصة هو سيادتك فانت اللي تستطيع ان تجعل الحصة عبارة عن حصة ترميز ترفيهية تعليمية من اعلى طراث الاسبوع التاني نفس الكلام اهو ايضا ده الاداء الصفي بتاع الاسبوع التاني نخلص الاداءات الصفية ونروح للايه للاداءات المنزلية ده هو الواجب الايه المنزلية اهو الاداءات الايه المنزلية شهر اكتوبر الاسبوع الاول وبيبدألك على طول في الاسئلة لو لم اكن مصريا لو وددتوا ان اكون مصريا ويسألك اذكر قائل العبارة طبعا ابنك اول ما يشوف دي كده وهو معاك او او في البيت ما هو ده واجب منزلي يقول لك ده مصطفى كامل قائل هذه العبارة لو لم اكن مصريا لو وددتوا ان اكون مصريا ده مصطفى كامل انت تلتفت له كده وتقول له الله طب كمل ايه الشعور وصف الشعور الذي انتابهه ليقول ذلك شعور مصطفى كامل ايه كان ايه هو بيقول ده ابنك على طول هيجيب لك كان شعوره بالفخر والاعتزاز بوطنه والانتماء لوطنه كان معتزب وطنه ومنتمل وطنه وهو بيقول هذه العبارة طيب لم يتأخر الموظفون عن العمل ابدأ بكلمة الموظفون عشان تحولها الجملة اسمية ابنك هيعملها ويغير ما يلزم ابحث مستخدما محرك البحث جوجل هيديك سؤالة هو ويطلب من ابنك يبحث في جوجل وانت تخليه يبحث عن المترجم لكل كتاب من الكتب التالية يعني هو مديك اسم كتاب ومديك المؤلف وطالب منك تبحث عن المترجم يعني تاريخ دولة المملك في مصر السير ويليام وير طبعا ده ايه ده المؤلف هو عايزك تأتي بالمترجم هتأتي انت بالمترجم بعد بحثك هتجد المترجم يا محمود عبدين يا سليم حسن الاتنين المترجمين لهذا الكتاب هيكتبهم هنا وبعدين صفحة من تاريخ محمد علي المؤلف مكتوب لكن المترجم مش مكتوب هيبحث ابنك ويأتي بالمترجم هيجده ايضا سليم حسن طب ديانة خدماء المصريين هيبحث عن المترجم هيجده ايضا سليم حسن الله وبعدين يسألك تحت يقولك ماذا تلاحظ ابنك لاحظ ايه ان اللي ترجم التلات كتب سليم ايه سليم حسن طب تلاحظ ايه من خلال ان سليم حسن مترجم التلات كتب وكل التلات كتب تاريخية بيتكلموا عن التاريخ وتاريخ بلدنا على طول ابنك يقول ولاحظ ان سليم حسن كان شغوفا بتاريخ بلاده وكان يبحث عن كل معلومة عن تاريخ بلاده ويترجمها لابناء وطنه خلاص دي ملاحظات انت لاحظتها في الايه في ايجابتك على السؤال ده انا حبيت بس انوار لك الطريق بتعمل ايه عشان المشألة ما تكونش صعبة اكتب لافتة تعبر بها السؤال الثالث اكتب لافتة تعبر بها عن احترامك لمصر وحبك لا طبعا لافتة بتكتب لافتة ومربع وابنك يكتب اي تعبير جملة يعني عبارة بيحب عبارة حب عن مصر وحب بلادي مصر تنفع تحيا مصر تنفع طب افرد الولد بحث ما وجدتش في ابنه اي شيء خليه يكتب العبارة بتاعة مصطفى كامل دي في المربع بتاع اللافتة لو لم اكن مصريا لو ددت ان اكون مصرية خلاص الا فتة خلصت وادائك زي الفل وخلص الموضوع اكتب معنا كل مفردة ملونة طبعا اتكمل انت لايه الاداء بنفسك وده بالنسبة للاداء المنزلي ده الاسبوع الاول الاسبوع التاني اداء تاني اهو الاسبوع التاني ده اداء تاني شوفه صغير ازاي بس لزيز وبيخلي الولد يشغل دماغه وسهل مش صعب سهل خالص يعني طيب دول قطعتين املة ايضا هتستخدمه الاسبوع الاول الاسبوع التاني اه بعد كده فيه التقييم الاسبوعي التقييم الايه الاسبوعي ادي التقييم الاسبوعي ده الاسبوع الاول اقرأ ده من على موقع البوابة الاكترونية في موقع وزارة التربوية التعليم اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن الاسئلة بعدها ان مصر بارضها الغنية بتاريخها العريق الى اخره وبعدين بيقول لك السؤال الف بما وصفت الفقرة ارض مصرها تستخرجها من الفقرة طيب السؤال نمر به بما وصفت الفقرة تاريخ مصر وثقافة تستخرجها من الفقرة أيضا فيما يتجلد ضمير الإنساني كما فهمت من الفقرة سهل جدا وبعدين يديك إعراب كلمتين الكلمتين الملونين إن مصر يطلب إعراب مصر وبعدين وقد نشأت على أرضها القيم الإنسانية يطلب منك إعراب كلمة القيم طبعا من خلال نطقي ابنك عارف الإعراب فهمني وبعدين تكتب لافتة تعبر فيها عن حبك واعتزازك بمصر نفس الكلام ده التقييم الأسبوع يا أخواننا وبعدين أكتب ما يملأ عليك قطرتين الإملأ عندك موجودين معايا يعني أو إملأ أخرى يعني تقييم لذيذ والدنيا لذيذة أنت المهم العنصر المخرج هو المعلم مخرج العملية دي كلها هو المعلم وده الأمور سهلة ولذيذة لا ينقص إلا التناغم والإنسجام بين المعلم وبين الطالب أي دي اللي عايزين لحقاقها لو وصلت خلاص المدرسة دي هيكون بستان هتعتبر نفسك راح لحديقة دولية تم التناغم بين الطالب وبين المعلم بين المعلم وبين الطالب وولي الأمر يطمئن فده يكون الدنيا حلوة مع الكل مع الجميع نسأل الله أن يطمئنكم على أبنائكم وأن يوفق زملاء الأساتذة المحترمين من المعلمين وأن يبارك لنا جميعا في عامنا الدراسي اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته